اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام خلال اسبوع الماضي احد ما يسمى من نواب مجلس النواب الحالي نائب عن العصائب عن ميليشيا العصائب قال كلام البعض لم يقبله اعتقد انه كلام لا يجوز قوله غير صحيح وغير منطقي الكلام قال فيه ان قيس الخزعلي هو صمام امان العملية السياسية قيس الخزعلي صمام امان العملية السياسية انا اعتقد شخصيا ومثل الكثير يعتقدون ان هذا الكلام صحيح جدا العملية السياسية بكل سوءها بكل مدخلاتها ومخرجاتها السيئة التي دمرت العراق وخربت العراق اشتثت كل شيء كل شيء جيد وطيب وقادر على النمو قادر على البناء هذه العملية من يديمها ومن يرعاها ومن يكون صمام امانها لابد ان يكون شخصيا مثل قيس الخزعلي لم يكن قيس الخزعلي من سيكون مريكا التي اسست هذه العملية السياسية جاءت بهؤلاء لكي يكونوا نواطير على هذه العملية السياسية لكي يحموا هذه العملية السياسية من يحمل هذه العملية السياسية من دفع عنها من البداية منذ تأسيسها لحد الآن ايران دفعت عنها بكل قواها واحزابها ورؤيتها ومشروعها التوسعي ودافعت عنها كل الميليشيات وكل القوى والأحزاب التي جاءت مع الاحتلال وكل الانتهازيين كل الذين فسدوا ويفسدون كل الذين يسعون إلى الفساد إلى القراب إلى السرقة إلى النهب أيدوا هذه العملية السياسية والعملية السياسية مبنية على المحاصص الطائفية والإثنية خربت العراق جزأت العراق مثلما يقولون هم يقولون كيك وقسمناها فيما بيننا هذا واقع الحال قسمت المناصب من الوزير إلى الخفير بينهم قسمت الوظائف قسمت الأموال قسمت حتى المناطق حتى الجغرافية العراق قسمت هذه المنطقة خاضعة لفلان ميليشية تلك المنطقة خاضعة لفلان ميليشية وهكذا جرى العراق طوال عشرين سنة من دمار وخراب بسبب هذه العملية السياسية فمن يرعاها ومن يكون صمام أمانها لابد أن يكون شخص مثل قيس القيز علي شخص ميليشية ويرعى ميليشية يقتل ويذبح وهم جماعته قالوا مقتل الصدر تحدث عنه بشكل واضح قال قتل 1500 شخص من أجل أخوه هذا واقع الحال وهو يهدد ليلة نهار وخطابات الطائفية وعندما يعني ذهبوا لتدمير الموصل ماذا تحدث الطائفية في كل وقت لسانه يلهج وقلبه وعقله يلهج والطائفية وانتماء إلى إيران مئة بالمئة هو يقولها ربما الكلام يأتي في إطار الصراعات القائمة بينهم داخل ما يسمى بالإطار إطار التنسيقي هذا الحاكم للعملية السياسية والحاكم الآن للحكومة هناك صراعات صراعات مصالح وصراعات مكتسبات وصراعات زعامات بين قيس الخزعلي وبين المالكي وغيره فلذلك هذا يقال هذا الكلام لكي يزيحوا الآخرين لكي يمهدوا الطريق لقيس الخزعلي لكي يتسيد المشهد لكي يكون هو الأساس وهذا موجود يعني وذهبوا إلى إيران لم تستطع شيئا وإيران أرسلت مثل ما تشير بعض الأخبار أرسلت بعض قيادين من فيلق القدس وأرسلت قيادين من حزب الله من لبنان حاولوا يعني يرأبون الصدع بينهم يحلون هذه الخلافات لكن الخلافات ما محلولة الكل يريد أن يتصيد نوري المالكي يعتقد أنه هو عراب كل هذه القضية ويجب أن يستمعوا له في كل صغيرة وكبيرة وقيس الخزعلي الآن كبر وتمدد ويريد أن يكون هو الزعيم فهكذا هذا الكلام يأتي من هذا الباب عندما يقول أحدهم أن قيس الخزعلي صمام أمان العملية السياسية ويقصد هذا الكلام لكن هذا الكلام ينطبق على واقع العملية السياسية من يكون صمام أمان هذه العملية السياسية يجب أن يكون شخص بمواصفات قيس الخزعلي بمواصفات هذه الشخصية الميليشياوية التي تدمر العراق فلا أحد يزعاله لا أحد يعتقد أنه هذا الكلام لأن العملية السياسية عملية دمرت العراق ومن يرعى هذا التدمير ومن يرعى هذا الخراب يجب أن يكون بهذا الشكل وهذا واقع الحال فالذين يعتقدون أن هذا الكلام غير صحيح في وهم الكلام صحيح جدا جدا لم يكن أنا أقصد بصفات قيس الخزع لم يكن قيس الخزعية ممكن أن يكون نوري المائكي وغيره والهادي العامري وغيره هؤلاء كلهم يعني ممكن أن تطلق عليهم صمام أمان العملية السياسية لأنه إيران صمام أمان العملية السياسية وأمريكا صمام أمان العملية السياسية وكل الحكومات التي جاءت وكل هذه الشخصية الميليشياوية هي صمام أمان العملية السياسية وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة